بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين وأرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ علي موحان حياكم الله شيخنا العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله ومرحبا بكم نعم مشاهدين الأحبة كان الكلام في الحلقة السابقة حول أركان الزيارة وكيف تفصل الزيارة بأنها بالدرجة الأولى المزور والزائر والزيارة هذا التفصيل الذي تطرقنا له في الحلقة السابقة وعرجنا على واحدة من الزيارات التي يزار بها سيد الشهداء سلام الله عليه وهي مخصوصة به ولا وهي زيارة وارث شيخنا العزيز ذكرتم أن الصفات الموجودة أن هناك صفات موجودة مترتبة من بدئه بالسلام عليك يا وارث آدم صفوة الله وانتهاءا بسيدة زهراء سلام الله عليها ما هذه الصفات الموجودة على وجه مخصوص للإمام الحسين عليه السلام في هذه الزيارة أعوذ بالله من الشيطان للعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين عليه السلام ومجاورة أخيها بالفضل صلوات الله وسلامه عليهما وأسهل الله لا يحرمنا هذه المجاورة في الدنيا وفي الآخر آمين يا رب العالمين نعم انتهى الكلام إلى بيان أن هذا الفعل اللي هو فعل الزيارة الذي يقوم به المؤمنون كفعل اختياري ويقوم به عاقل من العقلاء لابد هذا الفعل الاختياري أن تسبقى مجموعة مقدمات حتى يعني يتحرك الإنسان إلى هذا الفعل من هذه المقدمات أن يكون يعني عالماً يعني بالجهة التي يتحرك إليها وعالم بفائدتها وبنفعها ومن ثم يشتاق إليها وهكذا فسألنا هذا السؤال أنه عندما تسأل الزائر إلى أين يقول إلى سيد الشهداء فيسأل أنه هل تعرف من هو سيد الشهداء حتى يعني تتكلف كل هذه المسافات الطويلة وهذه المشقة الطويلة ومن ثم الآن عندما يعني تستعرض الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام مثلا يبدأ مثلا من زائر يأتي من أقصى الدنيا يترك عمل ويترك عائلة ويقطع هذه المسافات الشاسعة وينفق أموال ضخمة ويأتي إلى هذا المكان مثلا ومن ثم يرجع فعندما تسأله أنه يعني لماذا تبدل كل هذا الجهد لأي شيء يعني ما هو الداعي الذي تريده بالإمكان أنه تسلم من بعيد وتنتهي القضية جوابه هو للحسين سلامه هكذا يعني القضية تختصر بهذه العبارة عنه للحسين يعني الآن عندما تسأل أي صاحب موكب أنه لماذا تبذل كل هذا البذل هذه المشقة وهذا التنزل والتواضع لأبسط الناس والتذلل لهؤلاء يعني ما الذي تريده لماذا تقوم بهذه الأفعال يقول للحسين عليه السلام الكل يعني يتحدون بهذا الجواب فنحن من باب أنه يعني أردنا أن نبين أنه نوع من أنواع التنظير في يعني شخصية الإمام الحسين عليه السلام وإلا نحن ادعينا في البداية أن الإمام الحسين عليه السلام يعني معروف في قلوب جميع المؤمنين باعتبار أن الله عز وزل قد جعل معرفته مكتومة في قلوب المؤمنين ولكنه من باب التنظير أنه الآن عندما نأتي فلمعرفة سيد الشهداء قلنا أنه يمكن أن نأخذ هذه الجنبة أو هذه الجهة أن زيارة وارث فيها يعني ما يبين مقام سيد الشهداء وقلنا أيضا أن هناك إشكالية في البحث في الحسين عليه السلام أن هذه الإشكالية تكمن أن من يريد أن يبحث عليه أن يجعل في نظرة مسألة أن الحسين السلام لا يحاط به كما أن القرآن لا يحاط به الحسين لا يحاط به كما أنه عدل القرآن الكريم وهو عدل القرآن كذلك أنه هذه الزيارة الآن يعني كما نقلت لكم في الحلقة السابقة أنه بعض الأعلام مثلا الآن يريد أن يفسر يعني هذه الزيارة أو ما ورد في هذه الزيارة من صفات واجهته هذه المشكلة أنه الآن هذه الزيارة كأنه زيارة مختصة بسيد الشهداء وكونها مختصة بسيد الشهداء طبعا إثبات الدعوة الأولى أن هناك زيارة فيها يعني هكذا أوصاف لكنه يقول أن هذه الزيارة ضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها فخصصت لسيد الشهداء سعر الله فزيارة وارث مختصة بسيد الشهداء نعم ولأنها مختصة بسيد الشهداء هذه خطوة رقم اثنين هذه يعني ضيقت علينا كثيرا جعلت هذه الأوصاف مختصة بسيد الشهداء أن هذه الأوصاف وراثة آدم وراثة نوح وراثة موسى وراثة إبراهيم موسى وراثة عيسى وراثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وراثة الحسن عليه السلام وراثة السيدة الطاهرة الزهراء عليه السلام كأنها من مختصاتهم فيبدأ البحث بهذه الطريقة يعني ممكن أنه أنقل لكم هذه الصورة لكنه في النهاية هي تعبر عن مقدار سعة هذا الرجل سعة هذا العالم هذا أقصى ما بدله لكي يصل لكنه ليس هو أقصى ما للحسين عليه السلام من مقام الطريقة اللي يعمل بها أنه بما أن الآن نأتي ونبحث في آدم عليه السلام مثلا أن الحسين عليه السلام هو ورث لآدم عليه السلام أين الوراثة في هذا المقام؟ أين الخصوصية؟ ما هي الصفة الخاصة التي ورثها الحسين عليه السلام؟ بحيث أن هناك صفات عامة يعني ورثها الحسين عليه السلام لكن هذه الصفات العامة يشترك بها باقي الأم المعصومين نعم يعني هي المشكلة أن يعني كباحث هو ضيق على نفسه الدائرة لأن جعل هذه الأوصاف مختصة فما هو الحل؟ قال الحل أو الطريقة العلمية هكذا أنه انتهينا بهذه المفردة أن نفتح ملفا لآدم عليه السلام ونبحث في أدق تفاصيله وأدق صفاته عسى أن نلتفت طبعا المفروض أيضا ملف لسيد الشهداء صلى الله وسلم عليه مقابل نبحث في صفاته فيما وقع عليه من أحداث فيما قام به من عمل حتى نخرج بالمشتركات هذه عملية التنظير المختصات أنه هذه الصفة بالذات مثلا عندما نأتي بها لسيد الشهداء ممكن أن ينقض علينا يقال لا هذه الصفة مثلا للحسين عليه السلام وللإمام الفلاني مثلا ولكن محور الكلام في الخصوصية في المختصات فأين هي المختصات يبدأ العملية عملية التنظير أن الحسين السلام نظير لآدم ورثه في هذه الجهة بالذات وهذه خصوصيته التي ورثها منه فيبدأ مثلا في السؤال أنه ما الذي ورثه هل ورث الإمام من إبراهيم عليه السلام مثلا يقول لا الإمام ميراث موجود لباقي الأمسة ما الذي ورثه نسمع بهذه العبارة عندنا موارث الأنبياء قل عندنا موارث الأنبياء المفوض هذه الموارث تسلم من إمام لإمام بمعنى أنها لا تختص مشتركات عامة كان عمرون قد ورثها من رسول الله رسول الله من أين ورثها مثلا موارث الأنبياء كتب الأنبياء النبي الأكرم ورثها مثلا عن طريق أبو طالب صلوات الله وسلامه باعتباره كان إماما لزمانه بل كان في زمانه يعني بعباراتهم يعبرون يقولون وصيا أبو طالب صلوات الله وسلامه كان وصيا في زمانه من الأوصياء كان كان من الأوصياء وعلى دين الحنيفية كان فموارث الأنبياء المفروض عند أبي طالب صلوات الله وسلامه نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والمفروض أنه بعد رسول الله نقلت إلى أمير المؤمنين فهذه أيضا يعني من المشتركات وبالتتابع ما بين الأئمة سلام الله عليه مشتركات وليست مختصات فما هي المختصات الكلام في المختصات ما بين نبي الله آدم وما بين سيد الشهداء لا صحة الإمامة ولا الكتب ولا موارث الأنبياء المادية المتعارفة فيأتون إلى هذه النقطة يقول لابد أن نبحث في صفات تكوينية أو خصائص تكوينية بعض الأمور الخاصة بالأنبياء ونبحث فيبحث في آدم صلى الله وسلامه عليه مثلا في أي شيء عندما يدقق في بعض أحواله سيكتشف أن آدم عليه السلام له تسعة أوصية نعم تاسعهم له خصوصية وهو نوح صلى الله وسلامه خصوصيته أنه عمر طويل جدا على يده تم إهلاكه الظلمة فعندما تنقل هذه الصورة من آدم عليه السلام بالذات هذه الصورة ويؤتى بها فتجدها مطابقة لسيد الشهداء ولا تطابق أي من الأهم المعصومين باعتبار أن التاسع من ولده قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم أولاده التسعة تسعة المعصومين من أولاد الحسين عليه السلام هؤلاء هم أوصياؤه والمفروض أنهم يعني الإمامة فيهم وأن التاسع الله عز وجل سيمد في عمره كما مد في عمره نوح حتى يهلك الظالمين ويطهر الأرض فكأنه من جهة آدم عليه السلام الآن يعني تنفس الصعدة وجد يعني صفة ملائمة وأقول يعني دائما وأكرر هذه القضية هذه يعني يعني ممكن أن تكون معلومات يستأنس بها تقرب القضية للذهم أما أنه يدثي الإنسان ويدزم جزما أن هذا هو المراد من وراثة الحسين عليه السلام لآدم يقول القضية في النهاية لابد أن تذيل والله العالم باعتبار أنا ما أستكشفه من خلال المفردات ومن خلال هذه الآلية نحن قلنا نضع سجلا لنبي الله آدم سلام الله عليه وسجلا لسيد الشهداء سلام الله عليه ونقارن ونناظر في الصفات ونأنس بذكر سيد الشهداء سلام الله عليه قد يأتي من يقول لا أنا سأتبع منهجا آخرا مختلفا أحاول أنه مثلا أبحث في كلمات المعصومين من يعتمد مثلا على التفسير الروائي يعتمد مثلا على كلمات المعصومين وينتقي منها يعني ما يشير قد يأتي بعض آخر ممكن أن يبحث في بعض اللوازم البعض ممكن أن يسلك مسلكا يعبر عنه بمسلك المكاشفة أنه ممكن أن يعني في المكاشفة يرى شيئا ما على الأمم في النهاية الكل يعني لا بدنا أن يقفوا عند هذه النقطة أنهم ليقوا على أن يحيطوا بسيد الشهداء صلى الله عليه وسلم باعتباره عدل القرآن فيبينون ويعرفون بمقدار سعتهم ومقدار ما عندهم نعم المخصوص أنه لنبي الله آدم تسعة وتاسعهم هو نبي الله نوح سلام الله عليه وبه أهلك الله الظالمين بقضيته المعروفة بالطوفان وأن للحسين سلام الله عليه تسعة من ولده تاسعهم هو قائم آل محمد وأمد الله سبحانه وتعالى في عمره حتى يهلك الظالمين هل هناك صفات أخرى مشتركة أم ننتقل الآن يعني هو مجرد أنه يوجد صفة واحدة يعني هذا يعني مؤونة كبيرة ويعني يوصل لما زال أمامه يعني بعد طريق طويل طريق طويل ومشقة طويلة هو الآن وجد صفة واحدة وجد صفة واحدة فقط ويعني كأنه يكتفي يقول أنا الآن أستطيع أن أدعي أنه عندما أسأل ما الذي ورثه الحسين السلام بالخصوص أقول ورث من آدم عليه السلام بالخصوص هذه الصفة أن تسعة من أوصيائه له تسعة من الأوصياء وتاسعهم الله سيمد في عمره وسيهلك الظالمين كما أن آدم عليه السلام كان له تسعة من الأوصياء فهذا لا يعني أنه لم يرث من الأمور العامة ورث من الأمور أنه إمامته ورث كتبه ورث ما عنده من علم والموارث علم الذي كان آدم عليه السلام في بعض الإشارات أنه يذكر أن له 25 حرف من العلم بعض الروايات هكذا يعني تذكر ربما يعني مع معناه أنه له ربما 25 حرف قد بعض الروايات تكون أقل أكثر فله هذه القدرة فالوراثة وراثة علم يقول كلهم ورثوا العلم من آدم عليه السلام فالآن المشكلة هذه في بحث الخصوصية أنه لماذا نزور الحسين بالخصوص لماذا نتوجه إلى الحسين بالخصوص لماذا أن زيارة الحسين هي الوسيلة المنجية لماذا أنه الآن عندما نقول صفة عامة فقط التفت لهذه القضية عندما نقول صفة عامة وصفة خاصة للحسين يعني الآن عندما نصل إلى نوح عليه السلام مثلا ما هي ميزته شيخنا العزيز إن شاء الله نتطرق لمميزات نبي الله نوح بعد هذا الفاصل مشاهدين الأحبة نذهب فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله حياكم الله مشاهدين الأكارم مرة أخرى وهذه عودة من الفاصل وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ علي موحان حياكم الله شيخنا العزيز في برنامج إضاءات في زيارة الأربعين كان الكلام حول كيف أن الحسين سلام الله عليه ورث صفة من آدم وهذا ما توصل إليه الباحث في هذا المجال بأنه وجد صفة مشتركة ومخصوصة على وجه الخصوص لسيد الشهداء سلام الله عليه في زيارة وارث وصل الكلام إلى نبي الله نوح سلام الله عليه ما هي الميزة والصفة المشتركة ما بين نبي الله نوح وسيد الشهداء سلام الله عليه هناك هناك التفات جدا لطيفة من بعض الأعلام أن المتوكل عندما حرث قبر سيد الشهداء صلى الله وسلم وعجر عليه الماء وصار هذا الحائر المفروض أن الماء حار على الحسين حار حار بمعنى دار دار حوله دار بمعنى لم يصل إليه حار حار الماء فبعض الأعلام يلتفت يقول كما أن الماء قد حار بالحسين عليه السلام عقولنا تحار بالحسين عليه السلام عجيب العقول تحار بسيد الشهداء لا يمكن للعقل كما ذكرنا لا يمكن لعقل يعني قاصر أن يحيط بسيد الشهداء بمعنى أنه يصل إلى سيد الشهداء ويعرف ما هي سيد الشهداء ونؤكد قولكم كما ذكرنا سابقا باعتباره عدلا للقرآن الكريم فلا تدركه العقول هو إذا أراد أن يعرفك يعرفك أما أنت إذا سعيت بنفسك فلن تصل هو إن أراد أنا أذكر مرة من المرات يعني بعض بعض أبناء الخطباء المعروفين رحمة الله عليهم يقول كان والدي يجلس في حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلام عليه والناس يعني بعداد كبيرة وضخمة كانت تتجمهر حول منبره فيقول يلتفت إلى قبة سيد الشهداء ويقول له يا أبا عبدالله اعطني كي أعطي هؤلاء هذا أمر جدا مهم أنه من يريد أن يتوجه إلى سيد الشهداء يطلب من سيد الشهداء أن يعرفه أعطني عرفني أعطني عرفني عرفني لكي أعرف وإلا أنا مهما عرضت علي آلاف من المؤلفات آلاف من الكتب ولو أراجع ما شاء الله من المجلدات في النهاية لن أقوى على أن أدعي أن هذا هو يعني واقع الحال في سيد الشهداء يبقى العقل قاصر يعني الآن إذا وصلنا إلى هذه النقطة أنا الآن أنقل لكم تحليلات بعض الأعلام في هذه المسألة نعم تفضل أنه ما هي الخصوصية في أن الحسين عليه السلام يرث نوح صلى الله عليه وسلم عليه يقول باعتبار أنه يعني نوح ما هي ميزته وخصوصية يعني طول يعني طول أنه عمر كان طويل وأنه صاحب السفينة أن الله عز وجل أنجى به وأهلك به في نفس الوقت فالغريب أنه هذه المسألة مشتركة بين المعصومين تمام مثل أهل بيتي كسفينة نوح أهل البيت جميعان كسفينة نوح من ركبها نجا نعم ومن تخلف عنها غرقة وهو الميزة أنه يعني عندما يرد عن المعصوم أننا كلنا سفن نجاة إلا أن سفينة الحسين أوسع وأسراء أنه ما هي الخصوصية في سفينة الحسين عليه السلام كأنه يريد أن يجد فتحال من الأحوال التي تكون يعني قريبة من نوح عليه السلام أن نوح عليه السلام يعني أنجاهم من الظلمات الكبيرة من ذلك يعني الغرق العظيم وفتنة بني أمية هي أعظم الفتن أخوف ما أخاف عليكم هكذا يعبر الحديث الذي يعني ورد على النبي الأكرم ما معناها أني أخوف ما أخاف عليكم فتنة بني أمية فالحسين عليه السلام هو الذي أنجى المؤمنين من هذه الفتنة هو الذي أوقف هذه الفتنة فعندما تقاس يعني المخاطر التي كانت مخاطر الغرق والهلاك الذي كان في أيام نوح قد ينتقى هذه الخصوصية عنه لأنه أنقذ الناس من فتنة عظيمة بل هي من أعظم الفتن فنوح عليه السلام عندما يأتي مثلا أن حاله أو الخطر الذي كان يداهم الناس في زمانه عندما يقاس بباقي العقوبات التي نزلت أو العذاب الذي نزل عذاب نوح المفروض أو العذاب الذي نزل في زمانه لا يقاس يعني سيدنا العزيز هل هناك وجه مقارنة فيما بين أنه أمر نبي الله نوح سلام الله عليه ببناء السفينة وصنع السفينة بوصية من الله سبحانه وتعالى وكذلك الحسين سلام الله عليه أمر بقيام عبر وصية عن جده صلى الله عليه هل هناك وجهت شاكم ممكن أنه كما قلت لك الآن باب مفتوح يعني ابحث فيما يعني قام به نوح عليه السلام ولك أن تضيف يعني كل من يأتي ويدلو بدلو في هذا الباب له أن يضيف يجد شيئا من المشابهة لكنه هي في النهاية يعني أشبه ما تكون القضية بالقياس أن هذه القضية موجودة هنا ومشابهة لهذه القضية فالمفروض هي مختصة على العموم هذا ما يمكن يعني ما أمكن أن يوصل هذا العالم أنه قال أن هذه هي الجهة الأساسية أو جهة الشبه في نوح عليه السلام شيخنا التساؤل يعني يطرح هكذا مثل ما ذكرتم أن مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وكل الأئمة سلام الله عليهم سفن نجاة كانوا سفن نجاة بالإضافة كانوا يخرجون قومهم من الظلمات إلى النور يعني نستطيع أن نستنتج أنه الانتقال الكبير باعتبار أن الأئمة المساهم كانوا في عصر الطغات موجودين ولكن ما حصلت تلك الانتقال القوية والتي غيرت المسار غيرت مسار الدنيا ممكن أن نقول كنوحي سلام الله عليه بأن غارت الأرض بالماء وغرقت وصعد الطفان وحدت جبال والحسين سلام الله عليه كذلك بثورته غير المسار هل نستطيع أن نقول هنا نقطة تشابه كلام هو أنه نرجع إلى نفس العبارة السابقة أن الحسين عليه السلام إنما وقف يعني بالقياس إلى باقي المعصومين عليه السلام بوجه أعظم الفتن التي هي كانت من المخاوف أعظم الفتن هي قضية الفتنة بني أمية يعني كما ذكرنا قضية معاوية وكيف أراد أن يدفن هذا الإسلام ويحول إلى إسلام أموي الأعظم ما أخاف عليكم هذه الفتنة فوقوفه مثلاً وقوف الإمام الجوات هسه بوجه مثلاً المعتصم أو بوجه المعمون وقوف الإمام الكاظم عليه السلام بوجه هارون وفتن ومصاعب لكنها لا تقاس بهذه الفتنة عبداً لا تقاس بهذه الفتنة هؤلاء الذين كانوا كانوا أهل الدنيا لكن هذا أيضاً كان من أهل الدنيا لكنه لبس الإسلام لبس الإسلام يعني ثوباً وأراد أن كما ذكرتم أنه جعله سلماً سلماً للإمرأة المفروض أنه أراد أن يتأمر على الناس لكنه عن طريق الإسلام يعني يظهر بهذا المظهر الحسن أمام الناس على أنه دين ويصلي وملتزم على العموم فالقضية أنه قد يقال قد يقال أن جهة الشبه المختصة أو جهة الوراثة المختصة من نوح عليه السلام الإنجاء من أعظم الفتن من أعظم العذاب من أعظم الخطب أعظم خطب مرة على الأمة أو مرة على البشرية ما مرة في زمان نوح عليه السلام كفتنة مشابهة لهذه الفتنة المادية أو الخطر المادي كان خطر بني أمية بل ربما يكون أدهى وأشد أشد وأدهى فممكن أن يلتفت على أنه هذه جهة شبه وأن الحسين عليه السلام قد ورث هذه الخصوصية بأن أعطيه امتيازاً أنه ينقذ الأمة من أعظم الفتن هذا امتياز في قضية نوح صلى الله عليه وسلم عندما يؤتى إلى مثلاً وراثته لإبراهيم صلى الله عليه وسلم ما هي الصفة الخاصة التي ورثها عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأيضاً لا بد أن نبحث في خصوصيات معينة كانت لإبراهيم عليه السلام المفروض أنه اختص بها سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم الخصوصية التي يلتفت إليها أنه قيادة ابنه عندما أمر بأن يذبح ابنه قيادة إسماعيل وإبراهيم عليه السلام كان مسلمين لله عز وجل تسليماً تاماً يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك هذا التسليم التام لأمر الله عز وجل وأن الله عز وجل عندما أمر إبراهيم عليه السلام بأن يسوق ابنه إلى الذبح المفروض أنه جاء به إلى عرفات وبات به بمزدلفة فبقي ليلة كاملة في عرفات ومزدلفة الخصوصية في هذا اليوم وهذه الليلة هي خصوصية الدعاء والطاعة يعني لا يوجد عمل آخر غير الدعاء والعبادة في يوم عرفة وليلة مزدلفة فإبراهيم عليه السلام بقي هذه الليلة هو وإسماعيل عليه السلام يعبدون الله عز وجل ويتقربان إليه إلى أن يعني في الصباح دخل إلى منا فكأنه في الرواية أن جابرائيل عليه السلام أشار عليه قال تمنى على ربك فسأل الله عز وجل أن يبدل يعني إسماعيل بذبح في حين أنه في رواية يعني في أمر آخر أو مجه وجه آخر للرواية يقول لها أنه إبراهيم عليه السلام عندما أخذه وأراد أن يذبح أن الله عز وجل يا أبا تفعل ما تؤمر ستجري إن شاء الله لهذه السكين والمفروض أنه في النهاية الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم ما هي ما علاقة هذه الصفة الخاصة بسيد الشهداء يقول سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في يوم التاسع من المحرم في عصر يوم التاسع جاء الأمر بالهجوم والقوم كأنه يعني كأنه بدأ الهجوم إلا أنه صلوات الله وسلامه عليه الإمام حسين السلام أمر المولانا بالفضل صلوات الله وسلامه عليه طلب من المولى أن يمهلهم سواد هذه الليلة أركب بنفسي أنت يا أخي وانظر إلى هؤلاء القوم ما لهم يعني ماذا يريدون وأطلب منهم أن يمهلون سواد هذه الليلة لأي شيء للعبادة والمناجات والصلاة الله يعلم أنه أحب الصلاة وبقي الإمام عليه السلام وأصحابه في هذه الليلة ليلة العاشر من المحرم المفروض أنه يعني معسكر سيد الشهداء يقال أنه كان له دوي كدوي النحل بين ساجد وراكع وقائم وقاعد وتالي للقرآن هذا الوجه نراه كما أمضى إبراهيم سلام الله عليه يقول هذه الخصوصية جدا قريبة أنها ورثة منه هذه ورثة منه أي شيء ورثة منه التسليم لعمر الله عز وجل وورثة منه هذه الدقة أنه كيف يعني مارسة بدقة عملية التسليم لليلة كاملة يعبد الله عز وجل مع أنه عالم أنهما الذي سيحصل في اليوم الثاني فكما أن إبراهيم عليه السلام كان مسلما وتمر عليه الأحداث حدثا بعد حدث أحداث جزئية صغيرة جدا تمر عليه إلا أنها لا تزلزل شيئا من تسليمه حتى في قوله سلام الله عليه أنه ما يصبره أنه بعين الله وهذا أدق التسليم تسليم الحسين عليه السلام في هذا اليوم وإن شاء الله لنا كلام طويل في هذا الباب فهذا ما يمكن أن ينظر له وإلا أن إبراهيم عليه السلام كان إماما جعله الله إماما إبراهيم عليه السلام الله عز وجل أراه ملك السماوات والأرض إبراهيم عليه السلام له ما شاء الله من المزايا ومن الإمكانات لكنه عندما تأتي إلى أي صفة من هذه الصفات أي منقبة من هذه المناقب ستجد أنها موجودة في باقي المعصومين حسنه بالضرورة أنه في جميعهم ربما تجد أنه صفة مشتركة بين ثلاثة بين أربعة لكنها في النهاية ليست بمختص فينتقل الحديث وهناك مشقة حقيقة في هذا البحث شيخنا العزيز إحنا داهمنا الوقت ما هو مشترك إن سمحت لي ما بين نبي الله إبراهيم وسيد الشهداء سلام الله عليه هو أن جعل كربلاء قبلة ومكانا تهوي إليه الأفئدة كما أن إبراهيم سلام الله عليه ذكر ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى أن يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم كذلك أفئدة وقلوب المؤمنين تهوي إلى سيد الشهداء سلام الله عليه شيخنا العزيز أحسنتم كثيرا وجزاكم الله خير على هذا التوضيح ولنا إن شاء الله إضاءات أخرى في زيارة الأربعين مشاهدين الأحبة وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة